اشتركوا في القناة هو العيل قد ايه عندك عند 14 سنة عند 14 سنة عند 14 سنة في ثانية عدد الغاز لسه دلوقت عمل معي حركة يعني مش كويسة كل حاجة بيعملها زي ابوه ما بيعمل يعني انا بيشوف صبرة معها يعني ما عايزة سأل الشيخ بس كده البلاء دي انا ما بجيبش في سيرة حد وصوامة وقوامة ربنا بلين بلوات يعمل مش عارفة دي من عندي ربنا بجت من اعملها وابوه بيعمل ايه وابنه عمل ايه ابوه شتاء بيشتم لسانه طويل واده طويلة واده طويلة والواد ابنه طالع بيعمل لك حاجة والواد بيجلد نفس ابوه بيمد ايده عليكي لا ما بيمدش ايده علي بيشتم الواد عزرنته نرفز كل حاجة زي ابوه ورغم ان انا ابوه الصحيب لكل حاجة انا اللي شال الشالة بحل رغم ان انا قاعدة في شجة بخشب وصبرة وعناية الاتنين عليهم مياه وتعبانة وصبرة هقول دي ربنا يا عودن في ابن ابن فين اهل وفين اهل جوزك وفين الناس ماش كبيه ماش كبيه لدرجة اول انبارح يوم الجمعة كان جام عليها يكتلنا اصل من غير سبب عايز يكتلك من غير سبب من غير سبب اه ده اه والله جام نضربنا ونعمل عملية في عناية وتعناية الاتنين فهم يو عايزين عملية وهو اصل سايبنا خالف انت عندك كم سنة وهو عنده كم سنة احنا في الخمسنات اه خلي الفاطمة تاخد رقم تلفونا بس بعد ازدنك انا مش عارفة يعني انا مش عارفة بلية البلوة دي تلعني ما عرفش يعني انا دخلت في الصيام عالمية وثلاثين يوم صايمة ومجيبت بسرة حد وماشى بما يرضي الله ما عرفش ربنا بليني البلوة دي ليه فقط طيب حاضر هنسأل فاضلة الشيخ هل يجوز نقول هو ربنا بليني بالبلوة ولا احنا في ايدينا نغير البلوة دي ولا نعمل ايه انت تقدري تمشي وايه يعني تطلق سؤال سؤال عادي تقدري ولا ملكيش حتة تروحيها ولا حاجة وهو كده وخلاص وكده أفلت طيب ام عمر بتقولك مبلية بلوة كبيرة اهو طبعا القصة القدرة احنا بتكلم فيها وبنقول ان بالنسبة لام عمر ان ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كل واحد فينا له ابتلاء يعني كل انسان في الدنيا له ابتلاء يجي بقى لبتلاء في الابن يجي لبتلاء في الزوج يجي لبتلاء في الصحة يجي لبتلاء في الجار المهم لا بد من الابتلاء مادم أنت ست صوامة قوامة يبقى لازم يجي نوع من أنواع الابتلاء إذا حب الله عبد他 ابتلاء المطلوب منك بس أنك تكتهدي في الدعاء لان كل جزء يعني يكتهدي في الدعاء ليهم الاتنين على قدر المستطاع على قدر المستطاع أن تسير في الدعاء والدعاء يغيره في القدر ويعدل في القدر هذا الدعاء الذي ندعوه ندعو الله سبحانه وتعالى به هكذا وقد يكون هذا الابتلاء ربنا ابتلاء لها لأن الله يحب أن يسمع منها يا رب يا رب وقد جاء في الحديث أني أبتالي العبد لأنه يحب أن أسمع منه يا رب يا رب عايز أقول الطريقة بقى بتاعة القدوة اللي هي الطريقة الغير تقليدية بقى على الشيطة مهمة عشان أكمل الفقرة الأولى أن الطريقة الغير تقليدية أن أنا أتعمد فعل الشيء أمام الولد دون أن أطلب منه أن يفعله يعني مثال أنا عايز ابني أو بنتي تصلي أنا أصلي في الوقت اللي هم موجودين فيه ما قلتش لحد أم صلي أتوضى أول ما الوقت يأذن مثلا أتوضى الأم مثلا تتوضى وتيجي تروح حتى سجادة الصلاة الله أكبر الصلاة وتروح من صلي ما قالتش تاني مرة تقول إيه الصلاة يا أولاد تالت مرة طب فكروني لما يجي وقت الصلاة عشان المحتاج أن أمره بساعة ونص ساعة وما فيش نوم قبل الوقت بأشين دقيقة ولا حاجة أشين دقيقة بس أغمت عيني كده وحد تصحيني على الصلاة هذه الأفعال تسمى أفعال قدوة لكن أفعال وليست صفات يعني في عدد يعني شوف حضرتك تتكلم بالقدوة الغير مباشرة ما هي أم عمر بتحكي أنه ابنها طلع زي أبوه بالزبط بالزبط على القدوة غير المشرة بندعمهم بقى بالدعاء في الحالات اللي زي أم عمر بندعم بقى بالدعاء وبندعم بقى بالرجاء وبندعم بقى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق وبعدين أقول أحد حاجة خلنا كلنا متفقين على مبدأ واحد أنا لو عندي ابن مش ينفع أغيره يعني أنا لا أنفع أبيع ابني ولا أنفع أغير ابني ولا أنفع أبيع بنتي ولا أنفع أغير بنتي فكل واحد عنده ولد أو عنده بنت فيها نوع من أنواع الابتلاء يبقى فاهم إن ده ما بتبعش يعني حاجة لصيقة بيك على طول فلازم ترضى بالواقع وتبدأ تعدل فيه يعني لازم أخطط لكده إنما أنا لو عندي ولد عق مثلا هعمل إيه يعني هبيعه ما بيش هيتباع هترده مش هينفع تما دي شغلتي ربنا اداني شغلانا اداني وظيفة إن اداني عي العق زي كده عشان عود أكلمه يتق الله ويعمل كذا ويسوي كذا ويعمل كذا لازم دي قواعد الأباء والأمهات يبقوا فاهمينها إن احنا مش هنغير ولادنا ومش هنبيع ولادنا فلازم ناخد بالنا من الحكاية